اهلا بكم مشاهدين الى هذه الاطلالة السريعة على ما تناولته الصحف الامريكية لنهار اليوم حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان وزارة الخارجية تخطت الكونغرس الامريكي لارسال ذخيرة دبابات الى اسرائيل وقالت وزارة الدفاع الامريكية السبت ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ لسماح ببيع نحو 14 الف من قذائف الدبابات لاسرائيل من دون مراجعة الكونغرس واضفت الوزارة في بيانها ان وزارة الخارجية الامريكية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الاسلحة من اجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لاسرائيل مشيرة الى ان قيمة السفقة بلغت 106 ملايين دولار في حين تؤكد الصحيفة ان هذه القذائف جزء من عملية بيع اكبر او بيع اكبر تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار وتشمل 45 الف قذيفة للدبابات ميركافا الاسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة والذي اودى بحياة الاف المدنيين واعتبرت الصحيفة ان استناد ادارة بايدن الى بند الطوارئ للشحنات هو امر مثير للجدل بسبب عدد القتل المدنيين نتيجة الضربات الاسرائيلية في الوقت الذي يعبر فيه مدافعون عن حقوق الانسان عن قلقهم ازاء عملية البيع قائلين انها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على اسرائيل للحد من الخسائر في ارواح المدنيين صحيفة الواشنطن بوست قالت اليوم ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بشأن توفيرها اسلحة لاسرائيل مع تصاعد عدد القتل في غزة مما ادى الى تعميق الاسئلة حول ما اذا كان يتعين على الولايات المتحدة بصفتها الداعم العسكري الرئيسي لاسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان سلامة المدنيين ويقول المنتقدين من بينهم الديمقراطيون ان على ادارة الرئيس الامريكي بذل المزيد من الجهد لضمان استخدام السليم للأسلحة الامريكية واضفت الصحيفة ان الجماعات الحقوقية الى جانب الكتلة المتنمية من داخل الحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس بايدن تكثف التدقيق في تدفق الاسلحة الى اسرائيل التي تضمنت عشرات الالاف من القنابل في الوقت الذي تقول فيه السلطات المحلية في غزة ان ما لا يقل عن سبعة عشر الف وسبعمائة شخص لقوا حدفهم من المدنيين في العملية العسكرية الاسرائيلية اظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ان الرئيس الامريكي سابق دونالد ترومب يتفوق باربعة نقاط على الرئيس الحالي جو بايدن ووفقا للاستطلاع فقد حصل ترومب على سبعة واربعين بالمئة مقابل ثلاثة واربعين بالمئة لبايدن في حال تمت الانتخابات بين هذين المرشحين فقد شمل الاستطلاع الذي اجرته صحيفة وول ستريت جورنال الف وخمسمائة ناخب مسجل في الفترة من التاسع والعشرين نوفمبر الماضي الى الرابع من ديسمبر الجاري وتشمل الصحيفة او تشير عفوان الصحيفة الى ان عدم الرضا عن بايدن انتشر في الاستطلاع ومن المقرر ان تجرى الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة في الخامس نوفمبر من سنة الفين واربعة وعشرين نشر موقع اويل برايس الامريكية تقريرا تحدث فيه عن التحديات التي يواجهها تحالف اوبيك بلاس من اجل زيادة اسعار النفط في السنة القادمة قال الموقع في تقريره ان التحالف وابرز اعضائه السعودية وروسيا سارعوا الى تهدئة السوق حيث كانت اسعار النفط تتراجع بالفعل في اعقاب الاجتماع المخيبي للامال الاسبوع الماضي وذكر الموقع ان تخفيضات اوبيك بلاس اثرت بالفعل على اسعار النفط وبعد اسبوع من اجتماع التحالف وصلت الاسعار الى ادنى مستوى لها منذ ستة اشهر يوم الاربعاء في خضم تضخم المخزونات الامريكية ومخاوف بشأن ركود الاقتصاد الصيني وضعف نموب الطلب العالمي على النفط واضح الموقع انه يتعين على اوبيك بلاس ان تأخذ بعين الاعتبار العديد من المتغيرات في سياسة ادارة السوق في السنة القادمة بما في ذلك التهديد الجديد لحصتها في السوق مع ارتفاع الانتاج الامريكي والدول غير الاعضاء في اوبيك بلاس مشاهدين كانت هذه الاطلال السريع على ما تداولته الصحف الامريكية لنهار اليوم ختام هذه الجولة في امان الله